أكد رئيس الوزراء دكتور عمر الرزاز أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية جاء ذلك خلال تفاقده اليوم عددا من الدوائر الحكومية في إطار متابعة الحكومة للتقارير والملاحظات الواردة لها حول مستوى الخدمات المقدمة فيها وذلك من خلال المتسوق الخفي ومنصة بخدمتكم وشملت جولة رئيس الوزراء مديرية منطقة ماركا التابعة لأمانة عمان الكبرى التي أشاد بأداء كوادرها اعتمادا على التقييم الإيجابي الذي حصلت عليه فيما نالت مديرية عمل عمانة الأولى التي شملتها الجولة أيضا تقييما متدنيا عشرين سميبا رخي سميبا كلمة الذكر وقلت يعني هي منتها حطين ليها الذكر إلي عشرين يوم بطارد لك عشرين يوم بطارد هنا عشان تخيرها من ذكر وقعت لأوليش عوزانة العمل بعدين عالداخلية وعواثر جاية وبآخر يشي طلعوه يدوي يدوي بعد كم مراجعة عشرين يومي اللي بقى راجعة من أول ربضان ولا مراجعة هاي ربضان اليوم توفض لي بنت حلال جلت لأعملوا يدوي يتخبرني مين بنت الحلال حتى نشكرها ما في دور حقكم علينا حقكم علينا وإن شاء الله تتحسن الخدمة اللي مقدم لكم ياه نقيم قاعدين في أداء كل المؤسسة ومنها وزارة العمل ومكاتب وزارة العمل في ملاحظات على هذا المكشب احنا نتابع الشكاوى كل الملاحظات على السلوكية خلنا نكمل وبدأ يسمع منا كل الملاحظات على سلوكيات الموظفين هذه مش شغلة صعبة بغض النظر شو وضع السيستم شو وضع الكذا شو سلوكيات الموظفين انت ربان هذا القارب هذا الوضع وانت قائده والمسؤولية عليك كبيرة منعول عليك انه نيجي ونشوف نتائج احسن المرات الخادمة انا كل تقرير متسوخة في الان رح تابعه اول ابل اول موظف الحكومة هو موظف خدمة جمهور هذا واجبنا من رئيس الوزراء الى الفئة التالية كلنا هذه مهمتنا ففقط حبيت بهاليوم القضي وازوركو الصبح وقلكم الله اعطيكم الفعافية افحيل راسنا فيكم واشاء الله انتم نموذج مش بس لأمانة العاصمة والفروع الاخرى ولكن لكل مكتب في مؤسس حكومية يقدم خدمات للمواطنين